للمزيد معنا من الكويت الزميل سعد العنزي سعد أهلا بك معنا في هذه الساعة وضعنا في صورة هذه الإجراءات الأخيرة في أي سياق أتت نعم أولا المرسوم هو طبقا للمادة 107 والمادة 107 من الدستور واضحة جدا بأنه لأمير الصلاحية بحل مجلس الأمة مع تبيان الأسباب وأيضا بأن الانتخابات ستتم خلال شهرين من تاريخ حل المجلس إذن هذا الشق الأول الشق الثاني ما هو التسبيب التسبيب هنا ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة إذا أردنا الفهم هذه الجملة أو هذه الفقرة يجب أن نعود إلى يوم 20 ديسمبر عندما أدى الأمير الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح الأمين الدستوري أمام مجلس الأمة الكويتي وألقى النطق السامي وهو كان خطاب وصف بأنه استثنائي وكان يحمل انتقادا لاذعا جدا لكل الحكومة والمجلس إذ وصف التعاون بين الحكومة والمجلس بأن السلطتين اجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وذكر عدة ملفات تبين هذا الإضرار الذي تحدث عنه ووصف ما حدث من تعاون بين الحكومة والمجلس بأنه عبث المبرمج جاء لمصلحة كل الطرفين على حساب المصلحة الوطنية في الأسبوع الماضي كان هناك نقاش في مجلس الأمة على ما يسمى بالرد على الخطاب الأميري هناك فرق بين الخطاب النطق السامي والخطاب الأميري النطق السامي هو كلام أمير الكويت أما الخطاب الأميري فهو جدوى العمل الحكومة والذي يلقيه عادة رئيس الوزراء الكويتي خلال هذا النقاش تحدث أحد النواب وكان يرد على هذه الاتهامات أو هذه الانتقادات الحادة من أمير الكويت رئيس مجلس الأمة قام بشطب هذه بعض العبارات ولكن مجلس الأمة الكويتي في جسد الثلاثاء هذه قبل يومين صوت بـ 44 لصالح إعادة هذه الكلمات أو هذه العبارات التي اعتبرت الآن من قبل السلطة بأنها مساس بالثوابط الدوسرية ولذلك أتى حل المجلس بالتأكيد سنبقي عينا على كل هذه التطورات والقادم حتى من أجراءات ولكن حتى لحظة من الكويت الزميل سعد العنزي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات